اهمية التسهيلات لإستيضاليات المستشفيات علشان تقوم إستيضالية بدورها وبكفاءة وفاعلية لابد من توافر التسهيلات اللازمة وبكافية لها أول حاجة موقع إستيضالية وسائل النقل والمساحة الكافية والتغزين المناسب ومعلومات كاملة عن الأدوية والمكان المناسب لتجهيز الأدوية والحقن المعقمة وفهارس الأدوية وهي هنا بيكون طبعا مكان مغلق وقامل لحفظ ومرأبة الأدوية المخدرة والكحلية وطبعا في تلاجة الحفظ الأدوية التي تتحلل بدرجات الحرارة مرتفعة والمعدات اللازمة لإعداد الحقن وتركيب وصرف الأدوية والسجلات والدفاتر وأماكنها وأماكن لحفظها وهو بقى الموقع الجغرافي لإستيضارات المستشفى هتتميز بإيه؟ أول حاجة هتكون مناسبة لتقديم الخدمات إلى كل الأقسام العلاجية بالمستشفى وهتكون مناسبة لكل الأفراد المترددين على الصيدلية وهتكون قريبة من الأسانسير ولا يعتبر البدرون مكان مناسب للصيدلية والصيدلية الموقع الجغرافي بتاعها بيكون قريب من العادات الخارجية وهنا الموقع الجغرافي بالنسبة لصيدلية المستشفى بيكون قريب من الأماكن بتقدم الخدمات والأنشطة الأخرى بالمستشفى ثالثا مساحة صيدرية المستشفى مساحة صيدرية المستشفى بتتناسب مع حجم المستشفى المستشفى ساعتها خمسين سرير بتحتاج للحجرة واحدة مساعتها خمسة وعشرين متر طب لو المستشفى ساعتها ميت سرير بتحتاج لتلات غرف غرفة للصرف الأدوية وغرفة للاعداد الحقن المعقمة وغرفة للتخزين طيب المستشفى لو ساعتها متين سرير بتحتاج لغمس غرف غرفة للإدارة وغرفة للمرضى المقيمين وغرفة للاعداد الخارجية وغرفة للاعداد وتركيب الأدوية وحجر للتخزين الأدوية طيب المستشفى لو ساعتها من خمسمية لألف سرير بتحتاج إلى غرفة للإدارة وغرفة للسجارتارية وحفظ السجلات وغرفة لصرف الأدوية للمرضى الدخلي وغرفة لمرضى الاعدادات الخارجية وغرفة للتحضير الحون والأدوية المعقمة وغرفة للتغزين المواد المشعة وغرفة لحفظ الأدوية المخدرة والكحولية ومكان للتغزين ومعمل التحليل ومرأبة الجودة طب ايه بقى التسهيلات التبريد؟ التسهيلات التبريد ديت من الأمور الهامة جدا بتحدد جافأة وفعالية العمل باستخدالية وانا هنوصف درجات الحرارة المناسبة للتغزين ولازم درجة الحرارة المناسبة للتغزين ديت لازم بتكون مزبوطة التغزين في الأماكن البردة وهي الأماكن التي تتعدى درجة حرارتها عن تمانية مقوية وبيتضم الأماكن البردة والتلاجات والفريزر وتكون حرارتها ما بين اتنين وتماني درجات والفريزر بتكون حرارة ما بين ناقص عشرين وناقص عشر درجة خامسا ايه بقى وسائل التهوية لازم يكون في وجود نظام جيد للتهوية في صيدلات المستشفى دي من الأمور الهامة جدا لانها بتقلل منع التلوث ولازم من خلال الأبواب والشابك المفتوحة المحافظة على درجة الحرارة الصيدلية وغرف التغزين للأدوية بالتالي ضمان صلاحية الأدوية خلال فترة بقاءها بالصيدلية المساعدة في تحقيق الأمن في الصيدلية وساديسا للإضاءة الكهربائية هنا بيجب أن توفر الإضاءة الكافية والمناسبة للقيام بالعمل الصيدلية على الوجه الأمثل لازم هنا بتبقى الإضاءة كويسة عشان الصيدلية يقدر يقوم بالعمل بتاعهم طيب وسائل النقل الأدوية وسائل النقل الأدوية هنا زي وسائل النقل مثل العربيات اليدوية أو العربيات الكهربائية والتكنولوجيا هنا ساعدت على نقل الدواء إلى الأقسام والأجلحة العلاجية عن طريق استخدام الأنابيب التي تقوم على نظام التوزيع من خلال ضغط الهواء سامناً مكتبة استخدامية ومركز معلومات الأدوية هنا بتتوافر مكان خاص للمكتبة مكتبة استخدامية ومركز بيضم المعلومات المتاهة عن جميع الأدوية المستخدمة واللي بيحتاجها الفريق الرئاس لحاب المستشفى من طبيب معالج وهائي التمريد والمكتبة دي لازم بتكون في المستشفيات كبيرة طيب لازم نراعي شروط التخزين المناسبة اللي هتضمن لنا الصلاحية الأدوية الطول ما هي موجودة في المستشفى زي درجة الحرارة درجة الرطوبة التهوية الأمن الإضاءة التلاجات والفريزر ومتابعة والتاريخ الإنتاج والصلاحية عاشراً القياسات المترية يجب أن تتوافر في صيدرية المستشفى جميع خرائط التحويل ولا تتستخدم لتحويل الأوزان والقياسات المختلفة إلى النظام المتري وعلى أن تكون تلك الخرائط متاحة لجميع العاملين بالمستشفى حادية عشر المواد والمعدات من الضرورة توافر جميع المواد والمعدات التي تمكن العاملين في صيدرية المستشفى من القيام بالأعمال الفنية والإدارية المطلوبة منهم على أكمل وجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته